يا زينة. اه يعني انا هتكلم معاكم يعني حاجة كده مهمة جدا. ايه هي بقى يا دكتور احمد? اه لعبة البابجي دي تعتبر تعتبر من ضمن الحاجات الشيقة جدا اللي بتخلي الواحد ان هو يدمنها. تعتبر ادمان. يعني الشخص يكون كبير كفير في السن كده وقاعد وما عندوش اي مسئوليات. وقاعد عمال يلعب. بقى اصبح شخص بلا هدف. والقاعدة الاساسية بتاعتنا بتقول ايه? انسان بلا هدف انسان بلا حياة يعني. ففكرة ان احنا بنلعب كده وبنتحرك كده. فانا شايف لعبة البابجي دي تعتبر من ضمن الحاجات الالعاب الكترونية الخطيرة جدا على العقول. وفي بعض الناس جالها بعض الامراض المزمنة. يعني في بعض الناس جالها بعض الامراض كنتيجة لادمان هذه اللعبة. اه 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 تقداري تقولي ان لعبة البابجي ديت كنتيجة للحرب اللي اللي فيها بشكل. اه كلامك صحيح زمان عيب في يوم ما ارتاح. اه يعني ادمان زي ما احنا بنقول بالزبط تمام. اه تمام زينة 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 دمان زمانة دلالتي مش اتوكلت على الله مش عارف بقى. لأ زينة موجودة زينة زينة موجودة. اه كمان ميش. اه راس طمينتينة كده. طمينتينة كده. خليك موجودة يا زينة من ورنا والله بصورتك اللي زي العسل زينة. طب بنا يفعلك فيه. عشان تعرفي بس اي خدمة انا وشي حلوة عليك ان انا عرفتك على زينة هوا. ايه. صح صح يا دكتور. الشرف لي متعرفت عليك يا دكتور. الله يكتور. وهي احلى متابعة عليك يا دكتور. عشان كل ما خدش افضل اسمع نصيحك كده الحلوة دي. الله يسعيدك. طب خلينا اكملك القصة بتاعتك وبعد كده اتكلم في البابجو. اه. النصيحة الاول انا هكلمك في البابجو. هكلم في البابجو بس عشان الناس بلتان. اتكلم طب لا لا اكمل البابجو طيب. كمل عشان زعيم يسمع الكلام. مم. لعبة بابجو دي. عشان ما اقعش في نفس الواعد تاني يا دكتور. اه انت تعرفوا ان لعبة البابجو دي بتنمي العنف عند الناس اللي بتلعبها. يعني بتولد العنف عند الناس اللي بتلعبها بسبب ان هم بياخدوا مجموعة من الاسلحة النارية والبيضة وبيحطوا هدف قتل ان هو ازاي يقتل اللعب اللي قدامه. وازاي يتخلص منه. ففكرة ان اللعبة برغم ان هي لعبة لكن لعبها بشكل مفرد بتتخلي الشخص بتولد عند الشخص حالة من العنف اه ضد الاخرين. يعني فكرة القتل انا ممكن بيجي تبقى بشكل مباشر عند الشخص لكن بمرور الوقت كنتيجة للعب بتتحول من من العقل الواعي بتاعنا العقل اللواعي فيصبح العنف شيء سمة اساسية عند الشخص نفسه ويتعامل مع الناس بفكرة العنف دائما وابدا في الحياة وليس بنقطة التروي وان هو يقصي الامور بعقله. فدي كده النقطة الرقم مع. اللعبة برضو بتعمل زي هوس كده بتخليهم الهوس اللي في اللعبة ممكن تخلي شخص يقعد اكتر زي ما هو بيقول كده تمن ساعات تسعة ساعات عشر ساعات على التليفون مسكوا كده ادمان خلاص يبقى هوس بقى ادمان يبقى دي النقطة التانية. تاني حاجة بنقول اللعبة برضو لها دور كبير جدا ان هي تعمل حالة من التراجع الزهني بالذات عند الاطفال والمراهقين نتيجة ان هو متعلق باللعبة بشكل مستمر وان هو ما يقدرش ان هو يسيب باللعبة عشان يروح يدرس. فتلقيا ان واحد بيلعب اكتر فعقله بقى خاوي عقله بقى فاضي ما عندهوش اي ادنى من المعرفة والعلم كنتيجة للعلم اللي ان هو بس العلم بالنسبة له ان هو يخش الامتحان وينجح فيه فبينجح في الامتحان لكن هو عقله هاوي ما عندهوش اي اي علم وما عندهوش اي بتاع بيبقى ماشي في الحياة كده متخبط ما عندهوش العلم اللي يأحيل ان هو يخوض الحياة الحقيقية اللي موجودة في الشارع بقى شخص اه مبرمج اه لعب بناء على لعبة معينة ان هو بيضيها طول الوقت فاللعبة تطلع شخص اه عديم الفكر عديم الثقافة عديم انا مش بقول كده انا مش بقول ان هو مسلا ما بيذكرش ان هو دماغه مش قولية لكن الافراط فيها تلقائيا انا ما بذكرش ما 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 بدخلش معلومات جديدة بشكل مستمر اه وباخد فكري كله من ناس قاعدة في تطبيق عملة تشتم بعضها البعض وتقول كلام سافر وكلام اللي تقدب واحيانا بعض الكلام المعين اه وكل فكرته ان هو ازاي يقتل اللي قدامه ان هو شخص اه يستطيع ان هو يحكم الامور بعقله فدي برضو نقطة من ضمن الحجسلبيات بس طبعا كل الحاجات دي ما بتجيش بين يوم وليلة بتيجي بمرور الوقت يعني كنتيجة للافراط فيها الفترات طويلة برضو بنقول ان 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 تتعرفي ان 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 الحادثة اللي حدثت في نيوزلندا القتل اكتر من ستين شخص مسلم في المسجد كنتيجة للشخص ده كان بيلعب لعبة بوب جي عايز ينفذ اللي شافه في لعبة البوب جي ان هو خش قتل خش قتل ستين شخص مسلم وهم بيصالوا علشان ينفذ العمليات اللي هو تربع عليها في لعبة البوب جي لان الراجل ده في حالة من اللاوعي بس الحالة اللاوعي اللي عنده دي كنتيجة للوعي في البداية انت لعبت بوعيك لكن انا هتخش جوة اللعبة وهتقعد فيها فترات طويلة هخلق منك شخص آآ آآ عنيف هخلق منك شخص قاتل فعلا صح من ساعة لعبة البوب جي ما طلعت الحوادث كترت اصلا فعلا والناس زي ما حدرك بتتكلم كده بيتقمسوا فعلا الشخصية اه بالفعل بالفعل فعشان كده انا بقول اشكرك على زوءك الفكري وانقطك اللغزية جزاكم الله خير ورافع الله قدركم واعلى مكانكم في الدنيا والاخرة انا انا الفخور ان انا بلتقي مع مع شخصيات عظيمة زي حضراتكم كده يعني اه يبقى انا قلت مسلا زي ما انت قلت كده الحوادث بدأت تزيد ليه مسلا وليكن الطفل اللي خد المسدس بتاع ابوه الظابط ونزل ودخل الصايبر وقتل اه صاحبه وبعد ما قتله ده انه يضحك ليه بيدحك لان هو شاف ان هو البطل بتاعه اه محمد رمضان اللي هو بعد ما قتل بحك فهو عايز يوصل في الاخر ان هو ازاي يضحك بعد ما يقتل بس فدي نقطة تانية برضو اه تتعرفي ان انت تبص على شاشة الكمبيوتر لفترات او الهاتف اللي بحمول لفترات ويلا بيقصر على نظرك ده بالناحية الطب او يقصر على نظرك ويمكن يجيب لك صداع مزمن اه يعيشك بألام مختلفة وطبعا كنتيجة للقعدة الغلط ممكن الام الظهر اه تيجي عندنا مسلا ولياكم وعليكم السلام اه يبا احنا كده اه زي قلنا ادمان لعبة لعبة البابج دي بتؤدي الى حدوث اضطراب عقلي وانا بقول الكلام ده وعلى مسؤوليته كطبيب اهو تؤدي الى حدوث اضطرابات عقلية اه زي الاضطرابات العقلية وبنقول من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب لاعب البابجي الاكتئاب المزمن الاكتئاب المزمن ان الشخص يشعر يبقى طبعا الاكتئاب كلنا عارفين وحالة من الضغط النفسي تخلي الشخص ان هو لا يشعر بقيمة لاي شيء حواليه وان هو مش حاسس بطعم الحياة وان الحياة ليس لها معنى اه وان كل تفكيره يكون في الانتقام والعنف زي ما احنا قلنا كده فبرضو بنقول ادمان لعبة البابجي اه بتخلي الشخص يتخلى تماما عن كل مسؤوليته في الحياة علشان يلعب وبالتالي لا يصبح شخص اه صاحب جدوى وزوق قيمة حقيقية في الحياة وان هو ينفع المجتمع كل كل هدف ان هو يلعب فده هل شخص ده ممكن يفيد المجتمع باي شيء حقيقي يكون سبب فيه يعني هادلوقتي بسلا بنتكلم عن نهضة مصر طب ما هنهضة مصر بتبدأ من افرادها افرادها كلها دلوقتي بتلعب البابجي طب هل هؤلاء سيصنعون بلد تنموية او نهضة للبلد مفيش نهضة طبق في البلد ويبقى النهضة الحقيقية بتبدأ من الوعي وتبدأ من من الشخص نفسه وهتبدأ ازاي ان الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بانفسهم يغيره بانفسهم ما بانفسهم فلو احنا عايزين نغير من بلدنا اللي هي مصر او نغير من هذا العالم اللي احنا بنعيش فيه ان البابجي ممكن زي ما انا قلنا كده بتعمل لها مخاطر صحية كبيرة جدا وخصوصا الناس اللي بتلعب بشكل مستمير حادثة نيوزلندا الستين مسلم اللي قتلوا كانت سببها سببها واحد بيلعب بابجي والحوادث مثلا حادثة الطفل اللي قتل طفل صاحبه في الصايبر كان سببها مشاهدة محمد رمضان وهو بيقتل لا كان سببها انشوف بقمض رمضان اه اه فهدوك ما عندهمش اتزان نفسي تمام ما هو اتزان الخلل النفسي بيأتي كنتيجة لافراد في شيء ما من الالعاب ديات او اه اه الافراد في شيء ما الادمان على شيء ما بيحول الحاجة اللي في الواقع الافتراضي لحاجة حقيقية هو ليه الغرب بتاعنا بيخلق لنا العاب يوميا هدفها الاطفال ليه؟ لان هذه الالعاب هو شيء افتراضي حاليا لكن بتصنع شخصية وانت بيشواخد لالك منها يعني الحاجات البسيطة الافتراضية هتصنع جيل مفيش حاجة احنا عندنا كمسلمين مفيش حاجة عندنا طفل حاجة اسمها طفل صغير عندنا الطفل الصغير ده بيتربع على الاسلام ويتربع على الدين بتاعه وبتربع على الاخلاق وبتربع على بر الوالدين وبتربع وهو صغير كده ما عندناش مثلا ولكن في المجتمعات العربية زي الموجود في المجتمعات الاوروبية يعني في مثلا انا كتب شاهد فيديو من شوية على اليوتيوب واحدة بتقول انا واحد دخل الاسلام قريبا يعني فبتسأله بتقوله انت اي سبب دخولك الاسلام؟ قل لا انا لان انا وجدت فى الاسلام حاجات انا اتحرمت منها لو وجدت بر الوالدين وبر الوالدين ده انا حاجة اتحرم عنده خمسة وتسعين سنة وتحرم من بر الوالدين وعنده خمسة وتسعين سنة وولاده يعني بêsعوا وجاهدين ان والدهم مايروحش اه يعني زي مكان لكبار السن علشان ما يدفعوش المصاريف بتاعته. اه لان لو راح احد هما عشان لان لي ما عندهمش حاجة اسمها بير الولادين كل حد مسؤول عن نفسه. يعني اكون انا عندي تسايين سنة وما حدش بيسأل عندي. لكن انا ما بشوف ابوه في الشارع التربية اللي انا تربط عليها ان انا لما شوف ابوه في الشارع ما ينفعش اتقدم عليه خطوة وامشي قدامه. انا تربط ان انا لما شوف ابوه في الشارع اه اجري عليه وبقبل ايده قدام كل الناس انا تربط نما انا اشوف ابوه trade انا تكلم بسوت اعلى من السوت اللي هو بيتكلم به ما ينفعش ان انا دي دي التربية دي التربية. اه لحنا تربنا عليها فعلا دي التربية الي احنا تربنا عليها مهما حدث لنا في الحياة فعندنا الاب والامي وقدر ربك قال تعبدالله عبي الله اعزواجم وبالوالدين احسانة 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 يعني انا وانا هنا بفكر فابوه وامبي بفكر ايه الحاجة اللي انا المفروض اعمله علشان ابوه يا امي. انت بلين يا دكتور? انا من الشرقية. اعلن والسألن احسن نايف. الله يخليك الله يساعدك ربنا احفظك. بس يعني بيخليك تتخيل اشياء مش موجودة. الله ينور عليك يا زينة. يا سلام يا زينة. بس الالعاب الادمان بيقدي الحالة اسمها اه بتكتب انت باللغة الفرنسية دي ولا مش عارف. المهم. انا ما درستش فرنسي ولا انا بس درست انجليزي وعربي وتركي. بقتكلم تلات لغات انجليزي عربي تركي. اعم commits تكلم تركي مفش هعندي مشكلة. عزين تكلم اجليزي برضو مفش مشكلة. شوف انت عبن countries قبل اي него خلينا باللغة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى افضل لنا ان احنا تكلمUP كره. لو احنا المفخر نفتخر ان احنا بنتحدث بلغة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بس يعني. فيه ناس بتتعرم من اللغة بتاعتي حيقول لك يا عم تكلم انجليزي انت مش عربي يا ابني ما تتكلم عربي يا ابني يقول لك لا انت حتى تتعاد دلوقتي في اوروبا تكلم يا عم تكلم عربي يا عم افتخر بلغتك افتخر بنفسك ولله العزته ولرسوله وللمؤمنين العزة لله والعزة للرسول الله صلى الله عليه وسلم والعزة للمؤمنين ففكرة ان انت ما تكونش شخص عزيز بدينك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دينك دينك لحمك دمك يعني انت دينك دا لحمك دمك يعني دينك دا لحمك دمك يعني في ناس في ناس مثلا بتيكي بعض الدول بتيكي تركيا مثلا بتيكي بعض الدول الوروبية ويتعلموا اللغة وبتاع يخافوا ان هم هيتكلموا بالعربي قدام الناس يخافوا ان هم هيتكلموا بالعربي قدام الناس يقول لك هنا كل الناس هتبصي لي وما تبصيك ما تبصي لك يا عم انت بتقوم انا ما هي لقد Budz Hepad eh appellate biblical staatshallah. يعني انت بتتكلم بلغة النبي عليه السلام. بينما ينفروض تبقى رافعه رأسك وانت تتحدث بلغة النبي عليه السلام. واحد يتحدث باللغة اللي تحدث بها النبي عليه السلام. هل يتكسف? ما فيش كسوف? تطحك من لغة نفسها صلى? تلكصف من لغة الكورآن الكريم. يعني بنلاقي عجب هنا والله لينا بعض الناس يعني فنسأل الله عز وجل العفوة والعافية. فنسأل الله عز وجل لنا يعني يعني العفوة والعافية. في ناس بتخاف من هذه العشية